مرحباً أصدقائي دائماً نلاحظ أن هناك مشكلة كبيرة بيننا حول مفهوم الدولة وماذا نعني بالدولة ما هي وظائف هذه الدولة هذه المشكلة تتضح أكثر حينما نضرب الأمثلة لكي تتضح الصورة لما نقول من جهتي وجدت بأن هناك تشابهاً بين مفهوم الله لدينا وخاصة الله أو الإله الإسلامي ومفهوم الدولة فنحن نجد أن الإله الإسلامي لا يفعل شيئاً ويقول دائماً بأنه أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يعني هذا العقد هو يتم تزديده فيما بعد وأيضاً أن الله لا يغير ما بقوم كما قدم السلسلة في هذا المجال إلا حتى يغير ما بأنفسهم معنى معاني أن المسؤولية هي مسؤولية الناس الناس هم الذين يتحملون مسؤولة كل شيء أما الإله فهو ليس مسؤولاً عن عيشك أما حين إن اختلفت طائفتان كما يقول النص القرآني فأصلحوا بينهما وقفوا مع الطرف الذي يبغي فإذن الله هنا يدخل كوسيط عندما الأمر يتعلق بالناس فهو يدخل كوسيط ليسوي الخلافات أو من يقوم بدور الله يعني أن الدولة ما تفرض قانونها بصالح أحد الأطراف بل ما لا تفعل تضع قوانين تسوي بها الأمور فقط بين المتصارعين هنا منطقة الدولة هنا انتهازي يعني ما يرغب بالتحمل المسؤولية لكنه يحمل الآخرين المسؤولية فقط متى أدى ما تتضرر مصالحه وسلطته أي سلطة الدولة واللي دائما يمثلها شخص حاكم أو خليفة أو سلطان بل لا يكتفي هذا الحاكم أو السلطان أو من يدعي أنه جاء لخدمة المواطنين بل راح يطالب الجميع بالتضحية من أجل مصالحه هو على حساب مصالحهم هما هذا كما قلت يذكرنا بشيء يذكرنا بمنطق دولنا العربية الإسلامية اللي هو مشابه تماما لمنطق الآية التي تعرفونها إن الله لا يغير ما بخوم حتى يغير ما بأنفسهم أي إن الله الدولة هنا غير مسؤول بل أنتم المسؤولون عن أنفسكم أنا أطالبكم فقط بالطاعة وأيضا ليس هذا فقط دون مقابل بل أنا أنني أنا أملك الناس ووفقا لعقد غيبي أنا فرضته عليكم وليس أنتم يعني مو نتيجة اتفاق أنا فرضته عليكم هذا العقد هذا العقد اللي أنتم بعد ذلك عليكم علي بالنسبة لأن تسديده في الآخرة بعد الموت وحسب الآية أقرأ لكم إياها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم لاحظوا هنا أنا لا أدعي التفسير لكن هي واضحة المسألة أنه أنت أخذ المعنى أو أفهم المقصود المقصود أنه أنا سويت عقد معكم وهذا العقد مو بساني سويته أنا هذا المكتوب بالتوراة والإنجيل والقرآن وأني أو منطق يعني أنا الله أو الدولة أو الحاكم أو الإمام واجبي أن أحافظ على الدولة بأي شكل وواجبكم أن تحافظون على الدولة الخلافات بيني البينية بيناتكم لازم أنتوا تسووها بأنفسكم مو على حساب الدولة تسووها أحنا قد أساعدكم أنا أدخل كوسيط فإن اختلف الطائفتان كما قلت بالبداية فبس لا تزعجوني أكثر من لازم مشاكلكم الفردية الهدف الكلي هنا هو هو دائما أن الحفاظ على الجماعة أو الدولة أو من يمثلها السلطان أو الحاكم أو يعني وكيل الله أو الله نفسه هذا المنطق يحول الناس إلى أدوات وما يسمح لهم بالتحول إلى أفراد منتجين وفاعلين أو على الأقل أفراد أتم مشاكلهم أتم حاجاتهم الخاصة بل أنه ماذا يفعله أنه يعتبر هاي الحاجات أو من يعبر عن حاجاته الخاصة أو يطالب حرية تعبير يطالب احترامه كإنسان احترام رأيه احترام وضع احترام حاجاته وحقوقه اعتبر هذه نفحة من نفحات الشيطان ومن تسول له نفسه يعني وما إلى ذلك هاي الأبارات الإيمانية الجاهزة التي تبطش بكل من يحاول أن يقول رأيه هنا يجب أن نفهم معنى عبارة الله معنى كلمة أو عبارة الله ومعنى وكلمة عبارة الشيطان هذه الثنائية دققنا بها وحللناها وفققناها بدقة راح نشوفها توازي بالضبط تقريبا ثنائية الجماعة الفرد فإحنا كل ما ابتعدنا عن الفرد أو أنت كل ما ابتعدت هاي الجماعة عن الفرد اخترفت من الله والقطيع وكل ما أنت ابتعدت عنهما اقترب بالإنسان والشيطان يعني معنى آخر أكو شيطان وأكو إله فالمقارنة وما يتناهي أكو جماعة وفرد الله يمثل الجماعة والشيطان يمثل الفرد فأنت كل ما بتعدت عن فرديتك وأنانيتك وحاجتك الأكو ومارتك يعني فأنت اقتربت إلى الله آه أنك ممكن تقدم نفسك ضحية للله هاي تحقيق الأسمى اللي هو عندما تجاهد وتستشهد أي أن موتك هو التحقق الإلهي وأما حياتك أو اتزازك بنفسك أو يعني الاعتبار بنفسك فهذا عكس المنطق الإلهي هنا كما قلت هنا نفهم الموضوع هنا أيضا نفهم الدولة الحديثة القارنها الدولة العربية الحديثة لأن الدولة قائمة على بنية دينية يعني كل أحلة ثقافتنا دينية وأسسها دينية ومنطلقاتها دينية وحتى اللغة اللي نستعملها دينية فحنا حتى المركب يعني النظام الوعي أو السياقات التفكير مالتنا حياة كل التفكير الأساسية مالتنا أو الأنساق هي أنساق دينية فبالتالي هي تغلغلت هذه الرؤية وهذا التصور للعالم وللوجود وللفصل بين الإنسان بين الفرد والجماعة هذا كل تغلغل في حياتنا بالكامل وأدى بنا إلى ما نحن فيه ونلاحظ هذه المسألة ما خاصة بمصر خاصة بكل الدول العربية الإسلامية ويعني المعرفة مبنية بهاي طريقة فأنت هي تفرز نتائجها الطبيعية اللي لا يمكن يعني هي عربة أنت هذا النظام العملي اللي يشتغل به السيستم وليس هكذا يشتغل فلابد أن النتائج اللي توصل لنا بالنهاية هي مشتقة من هذا الشيء ولا يمكن أن تأثير عنها في هذا السبب عندما يجي واحد يقول أكو تفكير أكو حداثة أكو ألم أكو منطق ألمي أكو منهج أكو منطق تحليلي تفكيك يقولك لا خارج السياقات فهو رأسا يشعر هذا النشاز غير موجود هنا نفهم لماذا نحن سيئين في كل ما يتعلق بالدولة الحديثة وعلاقتها وتطبيقها على واقعنا هنا نفهم ليش ما ما نفكر ببناء مستشفيات بل نفكر ببناء جوامع ومساجد ما نفكر ببناء مدارس بل مؤسسات دينية ومحاضرات دينية وعظ ديني ما نفكر ببناء مساكن ونوفر حقوق الإنسان ولا توفير عمل ولا خدمات ولا ضمان حقوق بل الأولوية دائما للسلم العام والأمن العام ووحدة الدولة والأمة هذه هي الشريعة الإلهية هذه الشريعة الإلهية اللي دائما تثور ممن يتجاوز على حدود الله لكنها في الوقت نفسه لا تبالي بمن ليس له أي حدود يعني إنسان اللي ما عنده حدود ما تدير لعباله يعني يقول لك خلاله هذا إنسان ومؤمن المهم الدولة المهم أنه هذا ما يخرج على حدود حدودنا الخاصة يعني الحدود ممعنى الحدود الإسلامية أقصد بل أن بعض الناس عندما يضع له حدودها الخاصة تحاسبه تقول لك تريد حدود أو تحط لك يعني كيان فردي تحافظ على نفسك وعلى واقعك وعلى حياتك وعلى أفكارك وعلى عرائك وعلى شخصيتك يقول لك تعليسها أسفة أنت جزء من القطية جزء من الدولة الدولة لها حق عليك لكن أنت ما عندك حق عليها وصحيح هي نظريا الآن ماخذين إحنا الشكل جاهز للدول الحديثة لكن هذا الشكل مجرد يعني يعني يرد الرماد في العيون وأيضا لكي الدول العالم تنظر أنه تقولوا هذا بشكل نظام حديث لكن بالحقيقة جوهر هو جوهر ديني إسلامي السياقات السياق أنه هناك الدولة يملكها سلطان ويملكها إله يعني بالضبط أن الله اشترى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فهذه المسألة يقاتلون ويقتلون هاي فاللي يستفشر بهذا الوعد فلازم توفي بهذا الوعد رصبا عليك وإلا فأنت في قعر في سعير في قعر الجحنم بالنهاية أنا أقول هذي الشريعة الإلهية والأمثلة المقارنة بين الشريعة الإلهية وبين هاي الآية وبين الدول الحديثة العربية الإسلامية مشابه تماما نفس السياق ونفس النسق هنا الله لا يفعل شيئا في الحقيقة الله الذي تعبدونه يا ناس يا عالم هذا ما يفعل أي شيء إنما نحن ما نيفعل كل شيء ودون مقابل وهذا النموذج أن الله لا علاقة له يؤكد بأن الله لا علاقة له بحاجات إنسان مواصر بأي شكل من الأشكال يعني هو مكانه ما موجود الآن في هذا العصر الحديث وما يعرف ما يفعل هنا أنا أحمل رجال الدين مسؤولية حل هذه المشكلة والمعضلة التي يجب علينا أن نواجهها يعني هذا مو كلام كفر ولا الحاد إنما أنا أفك واقع وعلينا أن نفهم كم هو على هؤلاء الرجال الدين شنو شغلهم يعني عايش غلطة فخري يقدمو لنا الشيء مو بس يقرأ أنه مواعظ وعليان ينقد الواقع ويطبق الأشياء التي أده والتي تعلم عليها هنا عليهم أن يثبتون أن الله الإسلامي الذي يؤمنون به مفيد للناس قدموا لماذا أفاد الناس حاولوا أن تضعون الأولوية للإنسان وحاجاته وحرياته مو العكس إذن أتركوا الكرة بملعبكم وأتمنى أن أكون قد وصلت الفكرة مع السلامة